طب معلش خدني على قدة عالي انت عارف ان على قدة كده الوقتي اللي انت بتقوله ده ينطبق حتى على الاطفال اللي عنده تساوس ايوة اي حاجة اه واحد زي اللي انا قلتلك عليه جاله ست تساوسات في الاسنار الامامية لو سلنا واحدة بس يا نور اعمل له بينجي كل لا ما احنا خلينا اتفق مدام انا هقدر اعمله في العيادة ومتعاون يبقى اعمله في العيادة طفل لكن مثلا طفل عنده توحد عنده داون سندروم اللي هي متلازمة داون الناس دي صعب ان هو هاد على الكرسي عشان سلنا واحدة برضو يعني زاوي الاحتياجات الخاصة صعب ان هو يتعامل على الكرسي لانه دايما بيتحرك دايما بتهزم عنده السيطرة على حركاته بيبقى عنده خوف غير مبرر مش فاهم ايه اللي بيحصل طيب يعني انت الوقت تقصد انه البنج الكلي للاطفال يعتمد على الشخصية وليست الحالة على الاتنين يفسحني كل مرة يفسحني طفل متعاون عنده عشرين سنة وهيجي ويدحك معنا ونقعد نعملهم له في شهر يقعد في العيادة طفل غير متعاون وعنده عشرين سنة ومحتاج يعملهم يبقى لازم يعملهم بنج كلي يبقى هنا الحالة والشخصية طيب الحالات نفسها اللي هي زاوي الاحتياجات الخاصة لأ دا صعب اصلا تعملوله سنة معينها سنة فبالتالي أحيانا الحالة الشخصية بتفرق وأحيانا الحالة نفسها بتفرق آه فهمت طيب البنج كلي من عمر يعني من سنتين ونص تقريبا بيبقى جاهز ان هو ما خد بالك البنج كلي دا بيتعمل لأطفال عندها أقل من كده زي مثلا الأطفال اللي عندها الشفة الأرنبية أول تدخل ممكن يبقى عنده ثلاث شهور وبيخش بنج كلي فهو ومسلا الأطفال اللي عندها مشاكل في القلب صغيرة جدا مش بيخش يعمل بنج كلي وبيعمل عملية فهو يعني للناس حاسة ان البنج الكلي في الأطفال الأسنان مختلفة انت محتاج له هتعمله حال